اشتركوا في القناة ان يعثر على وزراء اكفاء امناء يصلحون الفوضى التي استشرت في الادارة والمالية وكان الشعب يطالب في الحاح بعودة البرلمانات التي اقصيت فاعادها وقد رأيناه في صفحات سابقة لاهوتيا ومحاضرا في المسيحية والتقدم وصديقا للفيزيوقراطيين وجماعة الفلاسفة الفرنسيين وناظرا ملكيا مقداما خيرا وقد حذر اتقياء القصر لوي من استخدام تورجو لانه كافر سبق ان شارك في الموسوع بمقالاته ومع ذلك ففي الرابع والعشرين من اغسطس من عام الف وسبعمائة واربعة وسبعين رفعه الملك الى ادق مناصب الحكومة وهو منصب المراقب العام للمالية وحل محل تورجو في البحرية جابريل دي سارتان الذي انفق في خفة على بناء اساطيل ستساعد على تحرير امريكا والذي اعتمد على تورجو في تكبير المال اللازم لبنائها وكان تورجو رجلا فرنسيا من معدن شبيه بالذي وجده لوي الرابع عشر في كولبير كرس نفسه لخدمة وطنه واتسم ببعد النظر والعكوف على العمل بغير ملل ونقاء اليد وطهارتها وكان فارع الطول حسن الصورة ولكن اعوزته رقة اداب الرجال الذين صقلتهم الصالونات وان رحبت به الانسة ليس بناس ترحيبا حارا وكان قد ضحى بصحته في سبيل عمله وفي كثير من الوقت الذي كان عاكفا فيه على اعادة صنع اقتصاد فرنسا كان يلزم مسكنه بسبب النقرس وقد حاول ان يضغط ربع قرن من الاصلاحات في وزارة واحدة قصيرة الاجل لانه احس بان استيزاره قلق مزعزع وكان في السبعة والاربعين حين تقلد وزارته وفي التسعة والاربعين حين فقدها وفي الرابعة والخمسين حين ودع الحياة وقد امن مع الفيزيقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما امكن من التنظيم الحكومي او النقابي وبان الارض مصدر الثروة الوحيد وبان ضريبة واحدة على الارض هي اعدل الطرق واكثرها سلامة لجمع ايراد الدولة وبانه ينبغي الغاء جميع الضرائب غير المباشرة ثم انه اخذ عن جماعة الفلاسفة تشككهم الديني وتسامحهم وثقتهم في العقل والتقدم واملهم في اصلاح الامور عن طريق ملك متنور فاذا كان الملك صاحب ذكاء وارادة صالحة يقبل الفلسفة مرشدا وهاديا له كان هذا ثورة سلمية تفضل كثيرا الثورة العنيفة الفوضوية التي لا تكتفي بالقضاء على المفاسد بل تطيح بالنظام الاجتماعي ذاته فالان اذا حان وقت وضع نظرية فولتار النظرية الملكية هذه موضع الاختبار ومن ثم نرى جماعة الفلاسفة شاركون الفيزيوكراطيين ابتهاجهم بتقلد طورجو زمام الامر وذهب طورجو الى كومبيان في الراب والعشرين من اعوستس من عام الف وسبعمائة واربعة وسبعين ليشكر لوي السادس عشر على تعيينه وزيرا للمالية وقال له انني لا ابذل نفسي للملك بل للرجل الامين واجاب لوي وهو يأخذ يدي طورجو في يدي لن يخيب ظنك في مساء ذلك اليوم بعث الوزير الى الملك رسالة بيانت النقاط الاساسية في برنامجه قال لا افلاس معلنا كان او مقنعة لا زيادة في الضرائب والسبب حالة شعبك لا قروض لان كل قرد يقتضي في نهاية اجل مسمى اما الافلاس واما زيادة الضرائب ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبيل واحد وهو خفض الانفاق عن الاراد وخفضه بقدر يكفي ضمان وفر في كل عام مقداره عشرون مليون تخصص لاستهلاك الديون القديمة وبغير هذا ستدفع اول طلقة نار بالدولة الى هاوية الافلاس وبعد ان تبين طورجو ان ارادات الحكومة السنوية مائتان وثلاثة عشر مليون وخمسمائة الف فرنك ومصرفاتها مائتان وخمسة وثلاثون مليون فرنك امر بشتى ضروب الوفر واصدر تعليمات بان لا يصرف مبلغ من الخزانة لأي غرض دون علمه او موافقته وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بارساء دعائم حرية المشروعات والانتاج والتجارة خطوة خطوة وبدأ بمحاولة لاصلاح الزراعة وكانت الحكومة قد اشرفت على التجارة في الغلال تجنبا لتذمر اهل المدن فنظمت بيعها من المزارع لتاجر الجملة ومن تاجر الجملة لتاجر التجزئة وحددت سعر الخبز ولكن انخفاض الاسعار التي دفعت للفلاح ثبتت همته عن زرع المزيد من الغلال وثنت غيره عن الاشتغال بالزراعة فظلت مناطق شاسعة من ارض فرنسا صالحة للزراعة دون زرع واطلت ثروة الامة الممكنة عند منبعها وبدأ اصلاح الزراعة في نظر تورجو اول خطوة في احياء فرنسا ذلك ان اطلاق يد المزارع في بيع غلته باي سعر يستطيع الحصول عليه سيرفع من دخله ويحسن وضعه الاجتماعي ويزيد قوته الشرائية وينهض به من الحياة البدائية الوحشية التي وصفها من قبل لابروبير في عصر الوي الرابع عشر الذهبي ومن ثم ففي الثالث عشر من سبتمبر من عام 1774 استصدر تورجو من المجلس الملكي مرسوما اطلق تجارة الغلال في كل مكان عدا باريس حيث قدر ان رد فعل اهل المدينة سيكون محرجا بدأ المرسوم في شرح الهدف منه وهو تنشيط وتوسيع زراعة الارض التي تعد غلتها اكثر ثروات الدولة حقيقة وضمانة والاحتفاظ بوفرة في الغلال عن طريق مخازنها واستيراد الغلال من الخارج والقضاء على الاحتكار واثار المنافسة الحرة وهذه المقدمة التفسيرية كانت هي ذاتها تجديدا يعكس ظهور الرأي العام كقوة سياسية ورحب فولتير بالمرسوم فاتحة لعصر اقتصادي جديد وتنبأ بانه سيزيد بعد قليل من رخاء الامة على ان هذا الترحيب خرج عليه رأي معارض ينذر بالسوق ففي ربيع عام 1775 جاء مصرفي سويسري يعيش في باريس ويدعى جاك نيكير الى تورجو يحمل مخطوطا عن قانون الغلال وتجارتها وسأل ان كان من الممكن نشره دون اضرار بالحكومة وقد زعم نيكير في كراسته ان قدرا من الاشراف الحكومي على الاقتصاد لا بد منه ان اريد ان لا يفضي حذق القلة الفائق الى تركيز الثروة في طرف وتكثيف الفقر في الطرف الاخر واقترح ان تستأنف الحكومة الاشراف والتنظيم اذا رفعت حرية التجارة من سعر الخبز فوق رقم معلن اما تورجو الوافق من نظرياته والمحبذ لحرية النشر فقد اخبر نيكير بان ينشر المخطوط ويدع الشعب يحكم فنشره نيكير ولم تقرأ جماهير المدن هذا المخطوط ولكنها اتفقت معه في الرأي فحين ارتفع سعر الخبز في ربيع عام 1775 اندلعت حوادث الشغب في عدة مدن ففي الاقاليم المحيطة بباريس والتي تتحكم في انسياب الغلال الى العاصمة راح بعض الرجال يتنقلون بين المدن ويحردون الناس على التمرد واحرقت العصابات المسلحة مزارع المزارعين والتجار وقذفت بالمخزون من الغلال في نهر السين ثم حاولت منع الغلال المستوردة من اكمال طريقها من الهافر الى باريس وفي الثاني من مايو قادت جمعا محتشدا الى ابواب القصر في فلساي واعتقد طورجو ان هذه الاصابات يستخدمها الموظفون البلديون او الاقليميون الذين فقدوا وظائفهم بانتهاء الاشراف الحكومي والذين كان هدفهم ان يخلقوا في باريس ازمة غلال ترفع سعر الخبز وتكره الحكومة على العودة الى التجارة الخاضعة لهيمنتها وظهر الملك على شرفة من شرفات القصر وحاول الكلام ولكن ضجة الجمع طغت على كلامه على انه منع جنوده من اطلاق النار على الشعب وامر بخفض سعر الخبز ولكن طورجو اكد ان هذا التدخل في قوانين العرض والطلب سيفسد محاولة اختبارها وكان واثقا من انه اذا تركت لها حرية العمل فان المنافسة بين التجار واصحاب المخابز ستهبط باسعار الخبز عما قليل والغى الملك امره بخفض السعر وفي الثالث من مايو تجمعت حشود غاضبة في باريس وبدأت تنهب المخابز وامر تورجو ميليشيا باريس بحماية المخابز ومخازن الغلال وباطلاق النار على اي شخص يحاول القيام باعمال عنف ثم حرص في الوقت نفسه على وصول الغلال الاجنبية الى باريس والاسواق وأكرهت هذه المنافسة المستوردة المحتكرين الذين حبسوا غلالهم توقعاً لارتفاع الأسعار على الإفراج عن مخزونهم فانخفض سعر الخبز وهدأ التمرد وقبض على نفر من زعمائه شنق اثنان منهم بأمر البوليس خرج تورجو ظافراً من حرب الدقيق هذا ولكن إيمان الملك بمبدأ عدم التدخل اهتز وأحزنه شنق هذين الشخصين ولكن سرته الإصلاحات التي يجريها تورجو في مالية الحكومة فلم يمضي يوم على مرسوم الغلال حتى بدأ الوزير العجول إصدار الأوامر للوفر في مصروفات الدولة ولتحصيل الدرائب تحصيلاً أكثر كفاءة وللإشراف إشرافاً أدق على الملتزمين العموميين ثم بنقل الاحتكارات الأهلية في المركبات العامة ومركبات البريد وصنع البارود إلى الدولة ولم يتح له الوقت لإنشاء بنك للخصم وهو مصرف لخصم الأوراق التجارية وتلقي الودائع وإعطاء القروض وإصدار البنك نوت الذي تدفع قيمته عند إبرازه وقد اتخذ هذا البنك نموذجاً لبنك فرنسا الذي نظمه نابليون في عام 1800 فلم تحل نهاية عام 1775 حتى كان تورجو قد خفض المصرفات 66 مليون جنيه وأنقص الفائدة على الدين الأهلي من 8 ملايين و700 ألف إلى 3 ملايين جنيه واستعيدت الثقة بالحكومة حتى استطاع أن يقترض 60 مليون جنيه من الماليين الهولنديين بفائدة 4% ويسدد بهذه الطريقة ديوناً كانت الخزانة تدفع عنها فائدة من 7 إلى 12% وأوشك أن يوازن الميزانية ولكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل بالحد من الفساد والإسراف وعدم الكفاءة وكثرة الفاقد في هذه الإصلاحات وغيرها لم يلقى تورجو كبير عون من مريبا ولكنه لقي العون الكثير من كيرتيان وماليرب الذي التقينا به من قبل حامياً للموسوع ولرسو فقد أرسل بوصفه الآن رئيساً لمحكمة المعونات التي تختص بالضرائب غير المباشرة إلى الوي السادس عشر في السادس من مايو من عام 1775 مذكرة تشرح المظالم التي ينطوي عليها جمع الضرائب بواسطة الملتزمين العموميين وتحذر الملك من الكراهية التي يولدها استخدامهم وأشار بتبسيط القوانين وتوضيحها وقال ليس هناك قوانين حسنة غير القوانين البسيطة وتعلق قلب الملك بماليرب فعينه وزيراً لبيت الملك في شهر يوليو من عام 1770 وحث هذا اللبرالي المسن لوي على تأييد ترغو ولكنه نصح ترغو بأن لا يحاول الإسراف في إصلاحاته في وقت واحد لأن كل إصلاح سيخلق له أعداء جددها وأجاب مراقب المالية العام وماذا تريدوني أن أفعل من حاجات الشعب هائلة ونحن في أسرتي نموت بالنقرس في الخمسين وفي يناير من عام 1776 فاجأ ترغو فرنسا بستة مراسيم صدرت باسم الملك قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة في الغلال باريس وألغى العدد الكبير من المناصب المتصلة بتلك التجارة وانضم الموظفون المطردون على هذا النحو إلى صفوف أعدائه وألغى مرسومين عدل الضرائب المفروضة على الماشية والشحوم فاغتبط الفلاحون وألغى الرابع السخرة وهي أيام 12 أو 15 يفرض فيها الشغل المجاني على الفلاحين كل عام للصيانة الكبار والقنوات والطرق وتقرر أن يتقاض الفلاحون منذ الآن أجرا عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأملاك غير الكنسية واغتبط الفلاحون وشك النبلاء وأثار ترجو المزيد من الاستياء بالدباجة التي وضعها في فم الملك إننا لو استثنينا عددا قليلا من الأقاليم لوجدنا أن كل طرق المملكة تقريبا شقت بتسخير أفقر شطر من رعيانا فالعبء كله وقع إذن على أولئك الذين لا يملكون غير أيديهم ولا تهمهم هذه الطرق إلا بدرجة ثانوية جدا أما الذين يهتمون بها حقا فهم ملاك الأرض وكلهم تقريبا أشخاص يتمتعون بامتيازات وأملاكهم تزداد قيمتها بشق الطرق فإذا أكره الفقير دون سواه على صيانة هذه الطرق وإذا أكره على بذل وقته وجهده دون أجر كان ذلك معناه أن عدته الوحيدة ضد الفقر والجوع انتزعت منه لإلزامه بالعمل لمنفعة الأغنياء فلما أوضح برلمان باريس أنه سيرفض تسجيل هذا المرسوم كاد تورجو يعلن الحرب الطبقية إنني رغم عدائي للاستبدادية الآن كما كنت دائما فإني لن أتوانى عن أن أقول للملك وللبرلمان وللأمة بأسرها إن لازم الأمر إن هذا أمر من تلك الأمور التي يجب أن تقررها إرادة الملك المطلقة ولهذا السبب وهو أن هذه القضية هي في صميمها قضية بين الأغنياء والفقراء والآن ممن يتألف البرلمان من رجال أغنياء إذا قرنوا بالسواد الأعظم من الشعب وكلهم نبلاء لأن مناصبهم تحمل النبالة ثم البلاط الذي يشتد في احتجاجه ممن يتألف من كبار النبلاء الذين يملك أغلبهم ضياعا ستخضع للضريبة ونتيجة لذلك فلا اعتراض البرلمان ولا حتى تذمر الحاشية يجب أن ينال من القضية على أي وجه ومدام الشعب لا صوت له في البرلمانات فإنه لابد أن يرى الملك في القضية رأيه هو بعد الاستماع إلى هذه البرلمانات ولا بد أن يحكم لصالح الشعب لأن هذه الطبقة أتعس طبقاته أما آخر المراسيم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية وكانت قد أصبحت أريستقراطية عمالة لأنها أشرفت على جميع الحرف تقريبا وحدت من الدخول في عضويتها باشتراطها رسوم التحاق عالية ثم قيدت فوق ذلك الصلاحية لاختيار معلم الحرف وقد عطلت الاختراع وعرقلت التجارة بالمكوس أو بحظر المنتجات المتنافسة التي تدخل في نطاقها وقد نددت طبقة المتعهدين أو المقاولين الصاعدة وهم رجال يوفرون المبادأة ورأس المال والتنظيم ولكنهم يطالبون بحرية استئجار أي عامل سواء من المنتمين للطوائف الحرفية أو غيرهم وبيع سلعهم في أي سوق في متناولهم هذه الطبقة نددت بالطوائف الحرفية لأنها احتكارات تقيد التجارة أما ترجو التواق إلى دعم التنمية الصناعية بإطلاق حرية الاختراع والمشروعات والتجارة فقد شعر أن الاقتصاد القومي سيفيد من إلغاء الطوائف الحرفية وجاء في ديباجة هذا المرسوم كانت ممارسة الحرف والصناع في جميع المدن تقريبا مركزة في أيدي عدد قليل من المعلمين المتحدين في نقابات والذين كان لهم وحدهم حرية صنع وبيع سلع الصناعة الخاصة التي ينفردون دون غيرهم بامتيازها فالذي كرس نفسه لأي صناعة أو حرفة لم يكن في استطاعته ممارستها بحرية إلا بعد وصوله إلى مرتبة معلم الحرفة التي لا سبيل له إليها إلا بعد الخضوع لواجبات طويلة مملة لا حاجة إليها وبعد أداء ابتزازات متكاثرة تحرمه من جزء من رأس المال الضروري لإنشاء تجارة أو تجهيز ورشة أما العاجزون عن توفير هذه النفقات فمصيرهم العيش القلق تحت سلطان المعلمين ولا خيار أمامهم إلا الحياة في ضنك أو نقل صناعة قد تكون ذات نفع لوطنهم إلى بلد أجنبي وكان لهذه التهم الموجهة إلى النقابات الحرفية ما يبررها على قدر علمنا ولكن تورجو استرسل في إجراءاته فحضر على جميع معلم الحرف وعمال المياومة والتلاميذ الصناعيين تكوين أي اتحاد أو جمعية لقد آمن إيمانا مطلقا بحرية المشروعات والتجارة ولم يتوقع أن يكون حق التنظيم هو الوسيلة الوحيدة التي يستطيع بها الصناع أن يجمعوا ضعفهم كأفراد في قوة جماعية للمساومة مع أصحاب العمل المنظمين وقد حس أن كل الطبقات ستفيد في المدى الطويل من تحرير رجال الأعمال من القيود الإقطاعية والنقابية والحكومية المفروضة على المشروعات وأعلن أن جميع الأشخاص في فرنسا حتى الأجانب أحرار في الاشتغال بأي صناعة أو تجارة وفي التاسع من فبراير من عام 1776 رفعت المراسيم الستة إلى برلمان باريس فلم يوافق إلا على واحد منها ألغى المناصب الصغيرة ورفض الموافقة على تسجيل الباقي وخص بمعارضته إنهاء السخرة باعتباره افتئاتا على الحقوق الإقطاعية وبهذا القرار الذي اتخذ بالتصويت جهر البرلمان بأنه حليف طبقة النبلاء والصوت المعبر عنهم وهو الذي زعم من قبل أنه حام الشعب من الملك ودخل فولتير المعمع بكراسة هاجمت السخرة والبرلمان وأياد التورجو فأمر البرلمان بمصادرة الكراسة ودافع بعض وزراء الملك عن البرلمان فوبخهم لوي في لحظة ثبات وجلد قائلا أرى جيدا أنه ليس هنا من يحب الشعب غير وغير ميسي تورجو وفي الثاني عشر من مارس دع البرلمان إلى سرير عدالة وهو المجلس القضائي العالي في فرساي وأمره بتسجيل المراسيم واحتفلت مواكب من العمال بانتصار تورجو وأبطأ المراقب العام خطوة ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة فلما طبق حرية التجارة الداخلية على الصناعة النبيذ في شهر إبريل من عام 1776 لم يشكو غير المحتكرين ثم حث الملك على إرساء دعائم الحرية الدينية وأصدر تعليماته إلى ديون دانيمور ما يضع خطة لتكوين مجالس انتخابية في كل أبرشية يختارها كل من ملك أرضاً قيمتها ستمائة جنيه أو يزيد وهذه المجالس المحلية تنتخب ممثلين في مجلس إقليمي ينتخب نواباً في مجلس للأمة وكان ترجو مؤمناً بأن فرنسا ليست على استعداد للديمقراطية فاقترح أن لا تعطى هذه المجالس إلا وظائف استشارية وإدارية أما السلطة التشريعية فتظل في يد الملك وحده ولكن عن طريق هذه المجالس يحاط الملك علماً بحال المملكة وحاجاتها كذلك قدم ترجو للملك تخطيطاً للتعليم العام بصفته المدخل الذي لا بد منه للمواطنة المستنيرة وقال مولاي إنني أجرؤ على التأكيد بأنه لن تمضي سنتان حتى تتبدل أمتك فلا تتعرف عليها الأمم وبفضل التنوير والأخلاق الطيبة ستسمو فوق جميع الدول الأخرى ولكن الوزيرة أعوزه الوقت والملك أعوزه المال لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود وكانت مراسيم ترجو وديباجاتها قد ألهبت غضب جميع الطبقات ذات النفوذ عليه معدى التجار ورجال الصناعة الذين زكوا في ظل الحرية الجديدة والواقع أنه كان يحاول أن يحدث بطريق سلمي تحرير رجل الأعمال وهو النتيجة الاقتصادية الأساسية التي أسفرت عنها الثورة الفرنسية ومع ذلك عرضه بعض التجار السرة لأنه تدخل في احتكاراتهم وعرضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كل الضرائب على الأرض ولأنه يستعد الفقراء على الأغنياء وأبغضه البرلمان لأنه أقنع الملك بإبطال قرارات نقضه ولم يثق به رجال الدين زاعمينه كافرا يندر أن يختلف إلى القداس ويدافع عن الحرية الدينية وحربه الملتزمون العموميون لأنه حاول أن يحل محلهم موظفين حكوميين في جمع الضرائب غير المباشرة وساء الماليين حصوله على القروض من الخارج بفائدة 4% وكرهته بطانة الملك لأنه سخط على إسرافهم ومعاشاتهم ووظائفهم الفخرية أما مريبة وهو الأعلى منه منصبا في الوزارة فلم يغتبط بسلطان المراقب العام للمالية واستقلاله المتزايدين وكتب السفير السويدي يقول نتورجو يجد نفسه الهدف لحلف رهيب جدا أما ميري أنتوانيت فقد رضيت عن تورجو أول الأمر وحاولت أن توفق بين نفقاتها واقتصادياته ولكن سرعان ما استأنفت حتى عام 1777 إسرافها في الثياب والعطايا ولم يخفي تورجو فزعه من مطالبها من الخزانة وكانت الملكة إرضاء لآم بولونياك قد حصلت على تعيين صديقهم كون دي جان سفيرا لفرنسا في لندن وهناك دخل في معاملات مالية مشبوهة وانضم تورجو إلى فيرجان في الإشارة على الملك باستدعائه وأقسمت الملكة لتنتقمن منه وكان للوي السادس عشر أسبابه الخاصة لفقد الثقة في الوزير الثوري ذلك أن الملك كان يحترم الكنيسة وطبقة النبلاء وحتى البرلمانات وكانت هذه المؤسسات قد رسخت في التقاليد وتقدست بمرور الزمن فإقلاقها معناه خلخلة ركائز الدولة ولكن تورجو كان قد أقصاها كلها فهل تراه على حق وكل هؤلاء على ضلال وشكى لوي سرا من وزيره إن أصدقائه هم الأكفاء وأفكاره فقط هي الصائبة وفي كل يوم تقريبا كانت الملكة أو أحد أفراد الحاشية يحاول إثارته على المراقب العام فلما رجاه تورجو أن يقاوم هذه الضغوط ولم يجب لوي عاد إلى منزله وكتب إلى الملك في الثلاثين من إبريل من عام 1776 رسالة كانت الفاصلة في مصيره مولاي لن أخفي عنكم أن قلبي مجروح جرحاً عميقاً بسبب صمت جلالتكم يوم الأحد الماضي ذلك أنني ما كنت لأستصعب أمراً من الأمور ما دمت أؤمل لاحتفاظ بتقدير جلالتكم لصواب ما أفعل واليوم أي جزاء ألقى إن جلالتكم ترون كم يستحيل علي المضي في طريقي قدماً ضد من يؤذونني بالشر الذي يصنعونه بي وبالخير الذي يمنعونني من فعله بتعطيل جميع إجراءاتي ومع ذلك فإن جلالتكم لا تمنحونني عوناً ولا عزاء وأنا أجرؤ يا مولاي على القول بأنني لا أستحق هذا الجزاء إن جلالتكم قد دفعتم بافتقاركم إلى الخبرة وأنا عليم بأنكم وأنتم في الثانية والعشرين وفي منصبكم هذا لا تملكون الميرانة على الحكم على الرجال وهي ميرانة يحصل عليها الأفراد العاديون بفضل الاختلاط المعتاد مع نظرائهم ولكن هل سيتاح لكم مزيد من الخبرة بعد أسبوع بعد شهر وألا يمكن أن تتخذوا القرار الحاسم حتى تتوافر لكم هذه الخبرة البطيئة؟ مولاي إنني مدين لمسيو موريبا بالمنصب الذي قلتتموني إياه ولن أنسى له هذه اليد ما حييت ولن أقصر أبداً في الاحترام الواجب له ولكن أتعلمون يا مولاي مبلغ ضعف شخصية المسيو موريبا وكم تسيطر عليه أفكار من يلتفون حوله إن الناس كلهم يعرفون أن مدام موريبا بتفكيرها الأضعف كثيراً من شخصيتها توحي إليه دائماً بإرادتها وهذا الضعف هو الذي يدفعه إلى الموافقة دون تردد لا سخط الحاشية عليه والذي يجردني من كل سلطة تقريباً في إدارتي مولاي لا تنسى أن الضعف هو الذي أطاح برأس شارلز الأول على المقصلة والذي جعل من لوي ثالث عشر عبداً متوجه والذي جر على الحكم السال في كل ويلاته مولاي إنهم يعدونك ضعيفاً وقد أتى وقت فشيت فيه أن يكون في خلقك هذا العيب ومع ذلك رأيتك في مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدي شجاعة أصيلة إن جلالتكم لن تستطيع الاستسلام إرضاءً لمسيو ديموريا دون أن تكون غير صادق مع نفسك ولم يرد الملك على هذه الرسالة فقد أحسن عليه الآن أن يختار بين موريبا وترجو وأن ترجو يطلب خدوع الحكومة التام تقريباً لإرادته وعلي ففي الثاني عشر من مايو من عام 1776 أرسل إلى ترجو أمراً بأن يستقيل وفي اليوم ذاته وخدوعاً لإرادة الملكة وآل بولونيات رفع الكونت دي جين إلى مرتبة الدوقية فلما سمع مليرب بإقالة ترجو قدم استقالته وقال له لوي إنك رجل محظوظ ليتني أنا أيضاً أستطيع ترك منصبي وما لبث معظم من عينهم ترجو أن تردوا من مناصبهم صعقت ماريا تريزا لهذه التطورات ووفقت فريدريك وفولتير على أن سقوط ترجو نذير بانهيار فرنسا وقد أحزنها الدور الذي لعبته ابنتها في هذا الأمر وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبع وكتب ترجو وكتب ترجو إلى لهارب يقول لم يبق لي إلا أن أموت بعد أن ذهب ميسي ترجو أما ترجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة في باريس يدرس الرياضة والفيزياء والكيمياء والتشريح وكان ألتقي كثيراً بفرانكلين وقد كتب له مذكرة في الرسوم ثم اشتدت عليه وطأة النقرس حتى أكرهه بعد عام 1778 على الاستعانة بعكزين في مشيه ومات في الثامن عشر من مارس من عام 1781 بعد سنوات حفلت بالألم وخيبت الأمل ولم يدر بخلد أن القرن التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها وقد أجمل ماليرب وصفه في حب فقال كان له رأس فرانسيس بيكن وقلب لوبيتال ترجمة نانسي قنقر